لما البكر يأتيك يفسر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يفسر أحداث التاريخ ونشوء المذاهب كمذهب التشيع العظيم بتاريخه بعراقته بجذوره برجاله بتراثه يعصب كل ذلك برجل اسمه نستوريوس عفوا سيرجيوس عفوا كعب الأحبار عفوا عفوا ابن سبق شنو الفرق لما يأتيك البكر ويقول أن كل هذه الأحداث التي حصلت الثورة على عثمان من وراء ابن سبق اليهود حرب الجمال من وراء ابن سبق اليهود حرب صفين من وراء ابن سبق اليهود نشوء مذهب الشيعة والقول بالإمامة القول بالوصية يقول كل من وراء ابن سبق اليهود يمكنها من الحرب العالمية الأولى والثانية والثالثة اللي يمكن راح تجي بعدين زين كلها من وراء هذا ابن سبأ الشخصية الأسطورية العجيبة الغريبة هذه شنها السخافات أنتم يعني كيف يمكن أن تسلموا عقولكم إلى تخاريف جاء بها أمثال سيف ابن عمر التميمي وأضرابه إن كان لابن سبأ وجود هذا فهو مجرد واحد هامشي جداً في التاريخ لم يكن له ذلك التأثير واحد من هؤلاء الغلات الذين عوقبون دثر أمرهم يعني لما تأتي أنت وتفسر نشوء مذهب الشيعة بهذه البساطة وتحيل الأمر إلى مجرد دعاوة كان أكو واحد منتشتون أنت ما حاضروا إياهم حتى ما عندك سند لهذه الوقاع والأقوال أن ابن سبأ جاء إلى هؤلاء الشيعة وأظهر القول بالوصية وقال لهم إن علي عليه السلام هو وصي محمد صلى الله عليه وآله كما جرت الوصية في بني إسرائيل والناس هم من جذبت له وفشى ذلك وانتشر ووقع فيه حتى بعض أصحاب رسول الله أثر عليهم ابن سبأ عمار بن ياسر كدير الضبي أبو الطفيل كلما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله آمنوا بالوصية وقالوا بها أبو ذر حتى أنهم ينسبون أبا ذر إلى أنه تأثر بكلام ابن سبأ شنوها السخافات؟ هذا مثل النصران الجاهل الجويه المفتري الذي يأتي ويقول إن محمدكم تأثر بكلام نستوريوس وبكلام كعب الأحبار وبكلام عبد الله بن سلام تتصدق هذه التخاريف؟ تضحك على ما يقوله النصارى اضحك على ما تقوله أنت بلسانك أيضا لأن نفس الميزة من الناحية العلمية الصفر هذا الكلام مجرد دعاوى فارغة فإذا لاحظوا كيف أن المخيال اليهودي المخيال النصراني لا يفترق كثيرا عن المخيال البكري وسبحان من جمع الجميع هؤلاء هذه الطوائف المبتدعة بأن تكون في كثير من عقائدها مشتركة في كثير من مواقفها مشتركة كموقفها المناصب للعداء لعلي أمير المؤمنين عليه السلام اعتبار زماني زمانة فتنة مثلا عقائد مشتركة نظرة مشتركة موقف أو مواقف مشتركة وأخيرا مخيال مشترك في تفسير الوقائع والحوادث التاريخية بحيث يقفز على كل حقيقة ويحل محلها شيء من الدعاوى السخيفة ترجمة نانسي قنقر